كم واحد اللي جايها الرجوع واللي قال بين الدنيا طلب من عندنا بيت 1200 وإلا بشارع الأميرة لأول مرة في العراق يظهر متهم رئيس بقضية فساد مالي ضخمة أمام وسائل الإعلام ليتحدث عن تفاصيل سرقة الأمانات الضريبية أو ما بات يعرف لاحقا باسم سرقة القرن وعرابها نور زهيرة وتتمثل سرقة القرن باقتفاء مبلغ قدره 3 ترليون و700 مليار دينار عراقية بما يعادل نحو مليارين ونصف المليار دولار من أموال الأمانات الضريبية وتم الكشف عنها من قبل جهات عدة قبل نحو شهرين من انتهاء عمر الحكومة العراقية السابقة وبحسب التحقيقات فأن المبلغ جرى سحبه بين أيلول 2021 وآب 2022 من مصرف الرافدين الحكومي عبر 247 سكا ماليا حرر إلى خمس شركات قامت بصرفها نقدا بشكل مباشر وفق ما ذكرته وكالة فرانس برسة واللافتة أن غالبية تلك الصكوك يظهر فيها اسم نور زهيرة لكن زهيرة الذي ظهر أمام شاشات التلفزة طلب بمحاكمته على نن أسوة بالرئيس الأسبق صدام حسين لكي يتحدث بالأسماء ويكشف كل شيء عن المتورطين كما أكد أنه سيفضح العديد من المتورطين في محاكمة علنية للسرقة التي قال إنها أكذوبة ولم تكن من أموال الدولة ووفق تسريبات حصلت عليها واني نيوز فأن زهير كان يقصد في حديثه بأن الأموال ليست للدولة بل إنها تعود لشركات نفطية واقتصادية كبيرة عملت في العراق وأودعت أموال طائلة على شكل أمانات ضريبية لكنها لن تتمكن من استعادتها بسبب البيروقراطية الكبيرة والرتابة في مؤسسات الدولة وقد تمكن زهير بحكم علاقاته الواسعة مع مسؤولين متنفذين بإقناع الشركات في عادة أموالها المجمدة نظر الحصول على غالبيتها وقد وافقت تلك الشركات مرغمة بحسب مصادر في التحقيقات التي أجرتها هيئة النزاهة تقول المصادر ليواني نيوز أن زهير نجح في ذلك فعلا واستعاد الأموال لصالحه وبشكل مشروع لكنه في الحقيقة كان قائما على الابتزاز ودفع الرشاة ترجمة نانسي قنقر